نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة بشأن ظهور ثلالات جديدة من مرض أدرن في مصر وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو ثلالات جديدة لمرض أدرن بأية محافظة على مستوى الجمهورية مشددا على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المباكر لأية أمراض وبائية قد تتصرب إلى البلاد مشينا إلى تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تصرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة